بكرة حدث مهم جداً غير الدربي بكرة كرة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 هتكون موجودة أو هتقام في العاصمة الإبارية أبيجان هتبقى الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة نظام التصفيات حلالكم 202 مصر كذلك في التصنيف الأول هولوك التصنيفات ومنتخبات هيكون في تسع مجموعات كل مجموعة 6 منتخبات أول منتخب من كل مجموعة في التسع مجموعات هيسعد مباشرة إلى كأس العالم أفضل أربع تواني أفضل أربع تواني هيلعبوا مع بعض بلاي أوف تصفيات كده سريعة عشان يطلع منهم واحد يلعب ملحق مع نظيره في كرة أسيا عشان تبقى البطاقة العشرة إن شاء الله احنا نسعد في الترتيب الأول ونخلص من الحكاية دي مش عزين نلف لفة كبيرة وصعبة فرصتنا الزهبية ولما هتشوف تصنيف المنتخبات هتعرف إن الأمور إن شاء الله ميسرة بإذن الله بإذن الله نبقى في كأس العالم 2026 تعال نشوف تصنيف الأول اللي احنا فيه فيه المغرب يعني مش نلعب مع المغرب يعني كل المنتخبات اللي هولا لكم دي في التصنيف الأول دي مش تجيه في مجموعتنا المغرب السنغال تونس الجزائر ومصر نيجيريا الكاميرون مالك وديفوار ده التصنيف الأول ومعهم المغرب والسنغال وتونس والجزائر أنتوا تعيون تانية يا جماعة أنا شايف إعادة تانية للتصنيف ماشي خلاص ده التصنيف الأول التصنيف التاني فيه بوركينا فاسو وغانا وجنوب أفريقيا والرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية وغينيا وزنبيا والجابون وغينيا الاستوائية ده التصنيف التاني بص بقى في التصنيف التاني يا تلماني ديبص على التصنيف التاني أصعب تلاتة فيهم بوركينا وغانا وجنوب أفريق دول أصعب تلاتة والجملة الشهيرة أنه منتخبات أفريقيا كلها بقت محترمة دلوقتي بس خلونا عمليا يعني أصعب تلاتة بوركينا وغانا وجنوب أفريقيا فإن شاء الله ما يجيش معنا واحد من دول التصنيفات التانية بقى اللي هو التالت والرابع والخامس والسادس أي حد يجي معنا إن شاء الله سهلة أغاندا لا يا جماعة لسه ما أرشت التصنيف التالت بتروحوا لي مني ماشي يلا تصنيف التالت أغاندا بينين موليتانيا وكينيا والكونغو ومدغشكر وغينيا بيساو ونميبيا وأنجولا نخش على التصنيف الرابع التصنيف الرابع موزنبيق أغانبيا وسيرليون وتوجو وتنزانيا وزنبابوي وأفريقيا الوسطى وملاوي وليبيا التصنيف الخامس النيجر وجزر الكمر والسودان وارواندا وبروندي وأثيوبيا وإسواتيني وبتسوانا ولايبريا وفي التصنيف السادس لسوتو وجنوب السودان ومريشيوس وتشاد وجيبوتي وسيشل وريتريا والصومال في التصنيف السادس وعلى خير سهلة يعني إن شاء الله الأمور تبقى متجسرة وما فيش أي مشكلة ونفس عضل كأس العالم 2026 وما نغيبش تاني فترة طويلة سهلة مرة بإذن الله سهلة يعني بإذن الله ترجمة نانسي قنقر